تبدأ القصة في مخيلة الرجل منا حين يخرج إلى العالم يسعى ويكد ويتحمل حلو الأيام ومرها ويضع نصب عينيه ذاك الحلم الصغير الكبير بيتا وزوجة أحبها وأطفالا غرفتين أو ثلاثا وسقفا يحميهم حرارة الصيف وبرد الشتاء وحيطانا وزوايا تحفظ الودة والذكريات إلا أن العمر قد يأتي بما لا يشتهى ولا تتوقعه الأحلام أيمكن أن يتخيل الواحد منا أن تأتي النهاية من حيث تمنى البداية أن يموت وتموت معه عائلته كلها في نفس البيت الذي نسج داخله قصصا وحكايات ودموعا وضحكات هذا ما حدث مع عائلة فيق بروين وزوجة إلهام وأطفالهم أيوب، أنس، أحمد، أمير، أويس، ريان، ثم رزان أسرة كاملة من تسعة أفراد وجدوا جثثا هامدة في بيتهم بعنزرة كل في مكانه وكأن الزمن توقف الزوج وجد نائما في غرفته والأم مع أطفالها السبع مفترشين الأرض في الصالة حتى أن الرضيع الجديد كان ما يزال في وضعية الرضاعة بجانب والدته المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوثاق أمين الهاشمي أفاد بالوصول إلى عائلة بروين السبت بعد وفاتها يوم الثلاثاء الماضي في عنزارة ريغلا بيار جنوب ترابلس وأكد الهاشمي لليبيا الأحرار أن تقرير الطب الشرعي أثبت وفاة العائلة اختناقا بسبب الثاني أكسيد الكربون الصادر عن مولد كهربائي مهترئ كان المتوفى قد وضعه داخل البيت ربما خوفا عليه من السرقة ووصف فريق الطب الشرعي البيت الذي تقطنه العائلة بغير المؤهل للسكن بسبب تعرضه لقذائف دمرت نوافذه أجزاء منه وخلت بيوت الجيران من ساكنها هنا وقد كشف السبب وراء الوفاة يطرح السؤال حول أسباب اضطرار العائلة للعودة إلى بيتهم في منطقة تخلو من مقاومات الحياة عينزارة التي خرج منها سكانها مضطرين بعد العضوان على طرابلوس مرت بحرب ضروس وكانت على خط التماس مع قوات حفتر فالبيوت فيها إن لم تضمر بوقع السلاح خربت على يد مقاتلي حفتر بعد سطوهم عليها وأحيطت بالألغام لا بنية تحتية ولا خدمات ولا ساكنين حتى أصبح التفكير في العودة ضربا من الخيال إلا أن من لا يملك بديل غير بيته كعائلة بروين عاد إليها ليلقى نفس النهاية التي هرب منها الموت أو النسيان في هذه الظروف على من يلقى اللوم إذن على من اعتدى بدءا ودمر البيوت حفتر وقواته أم على من أهملها بعد الحرب حكومة الوفاق فلا سياسات إعادة تأهيل النفذات ولا تعويض ولا إسكان للمهجرين إلى حين إيجاد الحل مطالبات لم تتوقف لكن لا استجابة لعل روح عائلة بروين تكون سببا في الالتفات إلى معاناة العائلات ممن يقطنون المناطق المتضررة من الحرب